التكاليف عملية اتخاذ القرارات التكاليف التفاضلية تعرف التكلفة التفاضلية بأنها مقدار التغير في التكلفة الذي يصاحب اختيار أحد البدائل عواضًا عن بديل آخر، مع ملاحظة أن مقدار التغير قد يكون بالزيادة أو النقص عند الانتقال من بديل إلى آخر، ولذلك يطلق عليها أحيانًا التكلفة المتزايدة أو التكلفة المتناقصة. وتعتبر التكلفة التفاضلية عنصرًا أساسيًا في منهج التحليل التفاضلي والذي يقضي بمقارنة التكاليف التفاضلية والإيرادات التفاضلية في حالة المفاضلة بين بديلين أو أكثر، ويمكن عرض منهج التحليل التفاضلي في الخطوات التالية. ألف، تحديد البدائل وتوضيح مضمون كل منها بوضوح. باء، تحديد الآثار السلبية، التكاليف، والإيجابية، الإيرادات التي يمكن أن تتغير باختلاف البدائل. جيم، قياس صافي الآثار التفاضلية لكل بديل. دال، المقارنة بين البدائل واختيار البديل الأفضل الذي يحقق صافي دخل أعلى أو تكلفة أقل.